ده الوضع اللي احنا فيه دلوقت لكن الوضع اللي هناك العالم كله فيه كان لازم نبصوله جميعا من الغربال كرنفال المونديال كرنفال حقيقي المهندس عادل اشار في البداية الى ان السمى الحقيقية اللي ظهر من البطولة ان قطر الدولة المنظمة قدرت تفرض مقومات ومكونات الهوية العربية والثقافة الاسلامية كمجتمع منضبط فرضت قيامها وفرضت نظامها على كل الضيوف حتى ان الرجل امفنتين ورئيس الاتحاد الدولي اعلن احترامه لداء وقال تعبير لما تم منع الخمور في محيط الملاعب قال لك ما اعتقدش لحد يحصل له حاجة لو قعد ثلاث ساعات ما بيشربش لكن نحترم ثقافة الشعوب ونحترف من نظام وتم فرض كل القواعد السلوكية والانضباطية من قبل دولة قطر كلاجنة منظمة على العالم كله منع تماما لوجود مسيرات للمسليين في قطر حتى الاشارات والاشارة الكابتنة اللي كانوا بيعلقوها فيها الوان تدعو لهذا التضامن قال لك لا اسرة الفيفا اعلنت احترامها لداء المجتمع الدولي اعلن احترامه لداء فده المكسب الحقيقي ان انت لقيت مناسبة تفرض من خلالها اولا هويتك وسقافتك رقم اتنين لقيت فرصة ان انت تصحح فيها الصورة الزهنية للغرب عن العالم الاسلامي الاسلاموفوبيا اللي كان بيكتاح العالم وانه بينظر لأي مجتمع مسلم او عربي على انه مجتمع ارهابي وعنيف وقاتل وا 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 لقيت فرصة ان انت تكلمهم عن السماحة عن التصافح عن المحبة عن التواصل بين كل الديانات وبين كل القيم المجتمعية كل ده انت قدمته لهم في صورة هذا المونديال حتى هذا الشاب القعيد اللي تم تقديمه يقرأ قرآن رسالة انسانية رسالة فيها مضامين انسانية عميقة رجل مبتور الساقين وجاي ماشي على ايديه ويقرأ قرآن في الافتتاح اول بطولة الكاس العالم في تاريخها تفتتح بايات الذكر الحكيم كامل الصورة دي من اللي معاه؟ الرجل اللي كاب مورجن فريمن اشهر واعظم ممثل عالمي أسمر البشرة هادي رسالة بقية الرسالة نحترم أصحاب الاحتاجات الخاصة ونحترم الانسان ايا كان لونه او معتقده او دي او لغته لطة فيها تلخيص للقيم اللي عايزة تدعمها في العالم كله على فكرة كل ده الترجم مؤكد عند الناس طبعا ده مش اختار عشوائي نبقى واحد دي سئبل مع رجل أصمر عبقري يقف له العالم كله احتراما اي في فنه اي القوان نعمة اي كلام يا أستاذ إبراهيم عن شمولية النظر الثقافية والرسائل التي أطلقتها هذه البطولة كلام كثير جدا وراء طبعا نقولك حاجة انا بشيد بان العمل الذي داره من خلال يعني استضافة الرؤساء وحطوهم في موجة بعض اختصر كثير من الجاهد الدبلوماسي اللي كان فيه حرج يعمل اللقطات دي ازاي ومش عارف نجاح دبلوماسي وسياسي ولكن ما ضرع لأرض الواقع من التلاحم الجماهيري العربي في تشكيل مجموعة متنوعة من الجنسيات العربية الأسئوية الإفريقية تروح تشجع كل الفرق دي كل فرق عربية طيب أليس هذا توحيدا للشعوب ما هذه رسائل الرياضة يا أستاذ إبراهيم